بمشقة بالغة تقطع مركبات الجيش الوطني طريقها وسط هذه الجبال لكن هذه المرة هي في مهمة تفقدية يجريها رئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد علي المقدشي لجبهات القتال مجرد السير في طريق كهذه يتطلب جهدا مضاعفا في حالة الهدوء بينما في أوقات المواجهات تتسع يوميا كمسرح للعمليات فصعوبة التضاريس يسهم بتعقيدات إضافية في المعركة وعلى الرغم من كل هذه الظروف الصعبة إلا أن قوات الجيش الوطني تواصل طريقها هنا في الجهة الشرقية من العاصمة صنعاء حيث تخوض معركتها مع الجماعة الإنقلابية تؤكد الأخبار الواردة أن وحدات الجيش مسنودة بالمقاومة استكملت تحرير أجزاء واسعة من جبل السفينة وجبل الكتب كما أجرت عملية تمشيط واسعة لمنطقة المدفون فيما استمرت عملية التقدم التي حققت معها السيطرة الكاملة على جبل المريح وجبل الأصبع وخمسة مواقع أخرى تقول المصادر العسكرية إنها استراتيجية فيما تتواصل الاشتباكات في سهول منطقة الجرجور التي امتدت معها المواجهات من منطقة القطب المطلة على قرية محلي إلى قرية المجاوحة التي سقط خلالها قتلى وجرح من الطرفين تؤكد المعلومات العسكرية إن هذا التقدم جاء وسط تدخل طيران التحالف العربي الذي ساهم في قصف تعزيزات للميليشيا كما استهدف مخازن أسلحة ودمر مركز اتصالات تابع للميليشيا ترجمة نانسي قنقر